معنا دلوقتي الفقرة الأخيرة والمحببة إلى قلبي وهي فقرة أنا بابا ومعنا الدكتورة شيرين لويس استشارية نفسية وتربوية ومؤسسة مبادرة عرفة ربي خلينا قبل ما نخشر في الموضوع نعرف بس نبزة كده عن المبادرة نفسها بتاعة عرفة ربي هي عن إيه وليه عرفة ربي هي هدفها أنها تواعي الأهل بطرق التربية السليمة والغير عنيف الأهل عمتا؟ الأهل عموم مش أمهات بس؟ مش الأمهات بس ومش الأباء بس يعني هي الأباء والأمهات أن هم يربوا بطريقة سليمة ومش عنيف كانت دايما بتقابلني مشكلة مع الأهالي أنه لما بيتجاوبوا على فكرة أنه طب اللي بيحصل مع أولادنا ده مش مناسب طيب إحنا مستعدين نعمل المناسب بس إحنا مش عارفينه يعني ممكن ما نزعقش ما نضربش ما نتصرفش بالطريقة دي بس قللنا إيه الطريقة البديلة فهنا جات فكرة عارفة ربي أنه نحاول بس نقول للأهل إيه الطريقة المناسبة السليمة اللي مش عنيفة اللي تربوا بيها أولادكم بأدوات بقى عملية يعني مش بفكرة طب قاعدوا يتفهموا طب طب لا يعني بقى داكد عملية تتجرب وحاجات فعلا تبقى عملية جدا للأهل عموما طب خلينا ناخدها بقى في إجزامبل عملي زمان كانت الطريقة المعتمدة للتربية عند الأباية الدرب أوكي وكان حتى جيلي أنا كان لما ابتدى بقى يعرف يعنيه كوميكس كان يعمل الكوميك بتاع الشبش بالزنوبة أو أبواردة أو أتاوي يقولك إيه صاحبة الدربة الجوية الأولى ومش عارف إيه حاجات كده كنا نتاري على الموضوع ده بعد كده العلم والعلماء قالوا إن الضرب أسلوب خاطئ في التربية ده الضرب كان موجود في المدارس كمان أنا فاكر الله يرحمه ميسيو أسعد مدارس الماتماتيك كان يشدنا من سوالف حاجة يعني عذاب كنا بنتضرب ببوز المصدر الخشب المهم يعني وبعد كده قالوا إن ده غلطه بيدمر نفسية الطفل بعد كده بقى التعنيف كمان غلطه بيدمر نفسية الطفل وبيخليه ما يصقش في نفسه وفي نفس الوقت إحنا كلنا بنشتكي من التربية دلوقتي اللي هو لغينا الضرب ولغينا التعنيف أو الزعيق بس إحنا كلنا بنشتكي من التربية وإن الولاد يعني الجيل الجديد تربيته مش عايزة أقول فاسدة بس وحشة هقولك إيه الفكرة إن الأول إحنا بس محتاجين نقول إيه هي التربية لإن التربية بتاعت زمان كانت قائمة على فكرة الضرب والتعنيف طالما إن السلوك اللي مش مناسب ده اختفى ما بقاش موجود قدامي يبقى أنا كده ربيت أنا كده تمام لو إبني بيعمل حاجة فأنا ضربته فبطل يعمل الحاجة دي قدام عيني مباشرة فأنا كده بالنسبة لي ده تعريف التربية بصرف النظر بقى عن إيه اللي حصل في مشاعره إيه اللي حصل في نفسيته هو تأثر لحد فين هو بقى خايف لحد فين هو بقى بينام بيحلم بإيه هو بقى العلاقة اللي بيني وبينه دي اتهزت إلى أي مدى أنا فصلت العلاقة دي كم مرة فهي الفكرة كده إن دي طريقة التربية اللي كانت زمان إنه طالما السلوك مشي من قدامي يبقى أنا كده تمام اللي إحنا بنحاول نقوله دلوقتي إن التربية بس بتفترض بالأساس وجود قواعد الطفل بينفزها ويبقى عارف إيه القواعد اللي أنا لازم أعملها ويبقى عارف إيه اللي هيحصل في حالة عدم اتباعي لهذه القاعدة أو في حالة التزامي بهذه القاعدة التربية اللي بتحصل دلوقتي واللي كتير بيقعد يقول التربية الإجابية دي ما بقيتش نفع آه محتاجين محتاجين يخدونهم علقة من كل من يخدهم زمان والزبط ويسبونا من كل الكلام ده هاي التربية الإجابية ما بتقولش أبدا إن إحنا نبقى طول الوقت بنطبطب على الطفل ولا إن إحنا دايما نبقى بنسيب ويعمل كل اللي على مزاجه بس التربية الإجابية دي بتقول إنه أنا بنتبه لمشاعر الطفل وأنا بنتبه أكتر لاحتياجاته وإن محول خطأ مش بس الطريقة الوحيدة بيها هي إن أنا أكون بعنف لكن في طرق تانية كتير بعنف هنا بمعنى بزعق ولا بلومه بزعق أو بلوم أو بجيب له القديم الجديد سبقت أعماله كلها جميع ما سبق يعني مجمل أعماله أو إن أنا حتى بهمله يعني ما هو الإهمال ده نوع من أنواع يعني بقوا يقولون العقاب النفس إنه نوع من أنواع التعنيف كمان إن يكون بهم للطفل بهم الاحتياجات وما ببقاش عارف هو بيتميز بإيه طب هو فاضل إيه دكتورة يعني أنت مش عزاني حتى لما إيه بني غلط أخصمه وأقوله أنا مش أكلمك عشان أنا زعلان منك حتى دي كمان ما عملهاش لا زعلان منك دي هو مش مسؤول عن مشاعرك عشان بس نبقى لا زعلان منه عشان عمل حاجة لا أنت زعلان من التصرف مش منه في فرق كبير بين الاتنين فأنا لازم لما أقوله أنا زعلان منك أقوله أنا زعلان من الحركة اللي أنت عملتها لا أنا بقول إن أنا زعلان من السلوك مش زعلان منك ننتبه في ده كويس جدا عروسي يعني أنا زعلان ما هو اللي عمل السلوك ده ايوه هو اللي عمل السلوك ده بس هو مش بيعني السلوك يعني لو هو مثلا نخب عليك حاجة تخانق مع صاحبه وضربه بعض مثلا وانت جيت سألت وقال لك لا ده انا ما ضربتهش هو بس اللي ضربني وانت بعد كده اكتشفت انه لا ده هما ادوا البعض علقه فهو انا زعلان ان انت خبيت علي او انا زعلان ان انت تكون بتقول حاجة مش حقيقية لكن انا مش زعلان منك لان هو بيساوي بني ادم مش بيساوي الموقف ده لوحده احنا مش موقف احنا مواقف كتيرة فلما بنفرع يعني ما حسبوش قطاعي حسبو بالجملة العكس بقى بحسبو قطاعي مش بالجملة اني بحسب بقول على الموقف وبحلل الموقف مش بعلق على الشخص في فرق ما بين ان انا بقولك مثلا انه انت لما بتتأخر التأخير دي حاجة بتزعجني او اقولك انه انت مهمل على طول بتتأخر ما وعيدك مش مزبوط او انه انت على طول كده مهمل او انت ما بتحترمنيش او ده عدم احترام هو ما بيساويش كل ده هو بيساوي ان انا بنزعج لما انت بتتأخر ففعليا انا متدايق من السلوك مش متدايق من الشخص فليه بقول ده مهم لان ده اللي بيخلي الطفل يعدل سلوكه لكن لو هو بيحس انه انا اللي كلي على بعضي كذاب هو يفضل يكذب لانه هحاول ليه اتعب نفسي ليه ما انت شايفني كذاب طيب بعيدا عن انا بعمل ايه في البيت مش كل الابهات ولا عندهم الكاركتر ولا عندهم الشخصية يعني ولا عندهم الصبر ولا عندهم الوقت انهم يتعاملوا مع ابنائهم بعقلانية وبأصول التربية الحديثة طيب لان لما احنا نيجي نفكر فيها بدون ما نظلم حد يعني انا متأكد ان الاب اللي بيمدي ايده على ابنه انا ضد ده تماما بس يعني اللي بيمدي ايده على ابنه او بيزعق لابنه او بنته او واتفر انا هحط انه في المقام الاول هو مش قب شرير مش بني ادم شرير صح مش بني ادم عنيف بني ادم مضغوط ولكنه مضغوط وهو شايف ان ده الحل السريع صح فنعلمها للناس للابهات ازاي ازاي نقول له ان ايدك دي تحط وراء ظهرك وانه صوتك ده يتحط له فلتر عشان ما تخسرش ولادك نعلمها لهم ازاي طيب هقول على حاجة تكون مريحة ومريحة ليكم مريحة لكل الابهات انا ساعد بقول للاهالي مش ما تزعقوش خالص بس محتاجين نختار حاجات هي زي كده لمبة حمرة او فلاش احمر لما تحصل نبرد صوت يتعلى شوية الطفل ايه قدر يدرك ان هنا فيه خطر المشكلة بتكون فين المشكلة بتكون لما بنزعق طول الوقت الطفل ما بيعرفش يدرك قوي ايه ايه الصح من الغلط يعني ايه امت بابا بيتنرفس او امت بابا بتكون بالنسبة له دي لمبة حمرة وامتا ده العادي لو انا بزعق على طول الطفل هيفضل تأثيرها راح اقلاص ما هو على طول بيزعق ما هو على اي حاجة بيزعق ما هو على طول صوته عالي بس لو انا بختار بقى بنرجع لفكرة القواعد لو انا عندي حاجات اول ما بتحصل الحاجات دي انا فعلا نبرتي بتعلى شوية فيها هنا الطفل قدر يدرك المؤشر ما بين ده خطر او مش خطر حاجة تانية ساعد بقول للاهل الكل التماريني كان بتتقلنه زمان بتاعت قبل ما تيجي تتعصب اعد كده من من واحد لعشر جرب انك تدخل في مكان تاني جرب انك تاخد كده نفس بس وتصبر شوية وتسأل حتى الطفل هو ايه اللي حصل يعني بلاش يكون عندي كده يعني عقلية بتقول ان اول رد فعل ليا هو الزعي لا يعني انا هحاول الاول افهم اجرب افهم ايه اللي بيحصل وبعد كده اجرب اقول بس هو اللي حصل ده كان مناسب ولا مش مناسب يعني بلاش نبقى نخليها على طول وبلاش تبقى في كل وقت وتتعمل بوعي كده وبحكمة يعني لان في الحقيقة الامر على كل المستويات لا الضرب ولا الزعيق جربوا في اي مرة ان هما يعدلوا السلوك مش ده هدفنا يعني مش ده هدفنا انه الطفل سلوكه يتعدل ما بيحصلش لو انا طول الوقت بضرب وبزع ما بيحصلش هو مين السح مين السح انا بتكلم سيبك من المثل ده او احنا في مصر وفي الشرق الدلوان التانية حاجة شبك حاجة شبك ما عنديش انا اوان يعني في حقيقة الامر عمر ما الزعيق او الضرب بيطلعوا طفل ناشف دايما بيطلعوا طفل مهزوز عديم الشخصية ما عندوش ثقة بنفسه بيخاف من اي حد وبيخاف يواجه اي موقف في الحياة يا ام عدواني ويا ام عدواني جدا ودول بقى الاطفال اللي بنشوفهم لما بيكبروا منجرد بس ما مديرهم يقولهم حاجة او يشد عليهم شوية في الشغل فيروح قالب الترابيزة على مديره وسايبه وماشي او يزعق المدير ما يبالش النقد مش مسألة بس مش قابل النقد مسألة انه مش قابل اي حد يقوله اي حاجة فحقيقة الامر اللي بيربي ولد عنده ثقة بنفسه هو فكرة اني اكون دايما بتكلم معاه اني اكون دايما بتحاور معاه بحمله مسئولية بس مليش بنشفه يعني اه يتحمل مسئولية انا كنت بشتغل في مدرسة ولاد وعارفة تربيت الولاد انا عدت 12 سنة في المدرسة انا مدرسة كنت في مدرسة دولاسال اوكي واشتغلت 12 سنة مع الولاد ولاد عموم الجزاوتة بالزبط هي الفكرة كانت انه ما انا عارفة تربيت الولادة عاملة ازاي ولا مرة حسيت ان انا يعني لازم اشد اوي عليهم طبعا بيتحملوا مسئولية طبعا يتحطوا في مواقف ويتصرفوا ويرجعوا وقولهم عملتوا ايه اتصرفنا ازاي طول ما احنا بنراجع ده هما ده المهم الحاجة التانية بقى انه احنا بنربي نمازج مننا ما هو هذا الطفل هيطلع نموذج من هذا الاب فهيربي ولاده بنفس الطريق اللي فيها بنتجاهل بلزبط اللي فيها بنتجاهل كل حاجة عن الطفل ده غير الولد الناشف ده هو ولد ما بيحسش باللي حواليه يعني بعد ما يكبر ويرتبط ويبقى في اسرة مش حاسس مثلا انه مراته دي تعبانة فلازم اساعدها شوية مش حاسس انه في حد تعبانة انه لازم اقف جنبه شوية يعني انا مش فهم ايه المشكلة الولد طلع حنين يعني طلع طيب يعني طلع كويس انا غلط ان الحنية ضد الرجول انا مش فهم ليه بالزبط يعني انا مش فهم ليه ازاي يعني يعني انت مكتب رجل ومسؤول وبتشيل مسؤولياتك كل حاجة وفي نفس الوقت حنين على اللي يخصوك وقال بيتك كويس لا يتعرضه يعني بس انا معا دايما ان الطفل يتحمل مسؤولية انا مش معا ان اشتريبي يتحمل مسؤولية يعني قصدي مش ان احنا ما بنعملوش كل حاجة اه اوكي قصدي جوه البيت يعني يعشي نفسه مثلا وحتى برا البيت يعني حتى على الموقف اللي حضرتك بتحكي مفيش اي مشكلة ان انا اقول للطفل روح انت اشتري سندة وتشات ويرجع جبت الباقي لا ما جبتوش طب روح اسأل عمه فين الباقي اول مشكلة ان احنا بنخاف اصلا من تعديد الشارع دلوقتي اه من كتر اللي بنشوفه احنا بنخاف من تعديد الشارع اصلا يا جباب على فكرة ده سبب اقوى ان نكون بنعودهم يعتمدوا على نفسهم انا عايز اقولك من كتر اللي بنقراه وبيتحفر في دماغنا انا ابني لحد دلوقتي عنده 12 سنة بينزل ياخد الباس بتاع المدرسة من قدام البيت احنا بنتلع له في البلكونة لحد مايركبوا يبشي مش عندك حق انا مش بقول لا يعني اعمل كل حاجة تطمنك انا مش بقول لا خالص بس بقول انه كل ما كان عندي الفرصة انه يتحمل المسئولية بعدم اسوأ كل ما ده كان هيبقى اروع بكتير يعني وانه تخلى بقى عن القناعات القديمة وانه بتاعتنا دي لخليقية